طيب سيدنا في رسالة بتقول بتقول مبروك يا أستاذة نانسي على البرنامج أنا وبيتي بستي قوي الله يبارك فيك شكرا والمواضيع جميلة جدا ونفسي تتكلمي عن قانون الأحوال الشخصية حاضر ده مطلب جماهير يا سيدنا هنفصصه بس يعني يروح للبرلمان ويبتدي يتناقشه فيه وإحنا كمان هنتناقش فيه بس عايز أقول لهم حاجة يا لطيف القانون بتاع الأحوال الشخصية تاريخياً يفهموا أبعادوا إيه لأن هنا الناس لازم تعرف الخلفية التاريخية إحنا من سنة الثمانية وتلاتين محكوم علينا بليحة اسمها ليحة الثمانية وتلاتين رفضها الكريسة وأيام اللايحة دي ما اتعملت البابا في ذلك الحين اعتكف في الدير اعتراضاً على هذه اللايحة حسين بقى التاريخ الطويل وأركز على التاريخ المعاصر في التاريخ المعاصر هناك خمس محاولات لإلغاء هذه اللايحة أول محاولة كانت في عهد البابا كيرولوس المتنيح طيب بالذكر ليس بابا كيرولوس وشك اللجنة برئاسة نيافة الأنبة شنودة أسكف التعليم في ذلك الحين وعملوا اللايحة وودوها وزارة العدل وتركلت وفي عهد البابا شنودة وهو بطريارك للكنيسة تلات محاولات مرة في عهد الرئيس السادات ومرتين في عهد الرئيس مبارك وكان مسمى بتاعها قانون موحد يعني كل الطواف مضي عليه موافع عليه وبرضو اتراكا مرة اتوصل للبرلمان مباشرة في المرة التانية قالوا لأنتو وصلتوه للبرلمان وادوه للوزارة العدل وهكذا إلى أن أتى الرئيس السيسي وهنا دي المحاولة الخمسة ودي اللي تم تفايل جهود الكنيس وأشكر ربي أننا وصلنا للمرحلة قبل الأخيرة وهي البرلمان وينتظر مننا القانون قراجب قبل المرحلة الأخيرة